إذا بعيد اليوم سامير جعجح عن الوصول إلى رئاسة الجمهورية لو بدوا يغير بمبادئه سامير جعجح ولو بدوا يعمل مساومات هو بالحبس طمعك خبر وانت أكيد صحافي تعرف تاريخ هذا البلد لكن يجي عروضات هو بالسجن إنه عدل بموقفك ومنعمل ديل نحن وياك وهو رفض كل تلك الفترة المساومة مع السوري وارتضى السجن لحتى ما يغير قناعته وما هو ارتضى أنه يفوت على الحبس وما كان فيه يهرب بالأول طيب بقي كل هذه الفترة على نفس القناعة واليوم برجع بقلك لو هو بده يعني يغير من اتجاهه السياسي والعقائد ويخون القضية اللي هو اتمن عليها ودفع أسمان ضاهزة بحياته كرميلا كان ربما قادر يوصل إلى رئاسة الجمهورية بالنسبة لأله بقاء لبنان وبقاء المسيحيين في لبنان ودفع أهم من وصوله هو كرئيس جمهورية كنا أكيد منفضل أنه هو يكون رئيس جمهورية وهو ترشح عن قوى 14 أدار بالألفين واربع عشر وشاف أنه ما في ظروف لوصوله للدارات الجمهورية ما خرب البلد ليعمل هو رئيس مثل غيره رشح أو كان شريك بترشيح الأستاذ ميشيل معوض ومن ثم الأستاذ جهاد أزهور وهمه في ذلك أن ينتظم عمل المؤسسات وأنه نملأ الفراغ الرئاسي بشخص عنده الحد الأدنى من المواصفات اللي أقل منها مش ممكن أن نوافق عليه ومنفضل أن نبقى بفراغ على أن يصل رئيس من فكر آخر من نظرة أخرى من توجه آخر شايفين أنه يقود البلد إلى مزيد من الانهيار إلى مزيد من إفراغ تقاطئ الفكرية والشبابية إلى مزيد من العزلة عن محيطه وبالتالي إلى الزويل طيب أنتوا قاعدين بمعراب ومجتمعين ما بتلاقيوا أنه الشيع بعيد عنكم السنة سارة عم بيفكر كمان بطريقته والدرزة همه أمنه وهمه مصلحته يوم كمسيحيين وكسمير جعجع بالزيت ألم يعود معزولا عن باقي الوطن لا نحن يعني على تنصيق دائم وحضرتك تعرف مع مجموعة كبيرة من الكتل السياسية تنصيق بس إداء قدرين تكونوا جزء من تسوي نحن على طاولة وحدة مع أحزاب وشخصيات اللي صار يعني متعارف عليها باسم الـ 31 نائب طاولة الـ 31 فيها السنة في 31 بس في 128 نائب صحيح أكيد بس أنه ما في جهة أخرى عند مجموعة متماسكة أكتر من 31 نائب يعني في كتل يعني الأستاذ والي جنبلات ما فيك تحطه مع السناء الشيعي الاعتدال الوطني ما فيك تحطه مع أستاذ جنبلات ومع السناء الشيعي وهكذا خليني أقول أنه الـ 31 نائب هني أكبر قوة متماسكة بالحد الأقصى أكيد كل حزب يعني يحتفظ بشخصيته بخطابه بحركته بنظرته ولكن نتشارك العناوين الكبرى وصار عنا تمرين على التنصيق خلال سنة مرأة يعني كانت حافلة بالمواقف لقدرنا كلنا سوا نطل فيها بشكل مشترك مش خيار أنه ما يكون فيه على طولتنا سنة وشيعة ودروز بمعرب هذا ظرف وفرق كبير جدا بين الخيار وبين الظرف الخيار بتكون أنت أخته ما بدك تغيره الظرف يكون حاكم هذه اللحظة وأنت تسعى إلى تغييره بترابلس عم نحاول نغيره بالبقاء على الأوسط نزلنا نحن والأستاذ بيلان الحشيمي ويعني فاز وهو كان كنا نحن وياه على نفس الليحة فبالجبل تعرف يعني ربما من أكثر ما نحن متمسكين فيه هو المصالح بالجبل مع شركائنا الدروز بالجبل بفتكر المهم هو الخطاب السياسي الخطاب السياسي نتشارك مع قوة عديدة من مختلف الطوائف ما فيه إذا بدك يعني قرار بعدم التعاون من قبلنا بالعكس تماما يعني شريكنا السنة كتير بيهمنا شريكنا الدرزة كتير بيهمنا ونتمنى أن يكون عنا شريك شيعي نتشارك نحن وياه نفس النظر إن شاء الله يبقى للقوة شركة لتقدر تعمل تسويت يعني في حال لحظة بيهمتك بيهمتنا